أكد وزير تموين والتيجارة الداخلية شريف فاروق عدم المساسي بسعر الرغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف بعد تحريك أسعار السلار أشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الانتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السلار والغاز وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتاجات البترولية كما أكد فاروق على أن الجهات الرقابية ستتعامل بكل حزم حال عدم الالتزام ببنود القرارات الوزرية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم